اشتركوا في القناة الشيخ زايد بن سلطان آلنهيان طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأتاتي المناسبة هذا العام لتذكر بالنجاحات والعديد من الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة نحو خمسين عاما تحت راية واحدة وروح واحدة ويعتبر هذا اليوم مناسبة وطنية هامة يجدد فيها الإماراتيون التأكيد على المضي قدما على نهج الآباء المؤسسين لتعزيز وترسيخ مؤسسات الاتحاد وحماية مكتسباته وإبراز الولاء والانتماء للوطن وإعلاء القيم والتمسك بالهوية الوطنية وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية وستراتيجية محددة وصولا إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر